بعد ان اطلق رئيس عفتاح السيسي اشارة البدء لاسترداد اراضي الدولة لما قال بالنص مصر مش طبونة ولن اسمح بالتعدي على الاراضي على طول تحركت كل الاجهزة لتنفيذ امر الرئيس والنهاردة اجتمع المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية المشروعات والفريق اول صدقي صبحي القادة العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزراء الدخلية والزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية ورئيس هيئة الرقابة الادارية وبعض المحافظين لوضع صيغة الخاصة بازالة التعديات على اراضي الدولة واكد الاجتماع المهم على التعامل بكل حزم ضد وضع اليد ضمانا لاستبداد حقوق الدولة المعتدة عليها الحمد لله استمرارا لهذه الحملة يا تامر النهاردة اللواء مجزي عبدالغفار وزير الداخلية بمساعدة الاجهزة الادارية والامنية اشرفوا بمختلف المحافظات على تفعيل وتنفيذ قرارات الازالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية واملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر الميل وقامت مديريات امن القاهرة المينيا اسوان البحيرة الاقصر قنا سهاج السويس الوادي الجديد وقفر الشيخ بتوجيه عدة حملات ازالة مكبرة ففي محافظة القاهرة وحدها تم ازالة تعديات بمساحة 320 فدان وفي عدة محافظات اخرى تم ازالة حوالي 190 حالة لتعديات اخرى